موسيقى البرلمان العربي يجدد دعمه للشرعية اليمنية ومسجلس القيادة الرئاسي وزير الخارجية يبحث مع سفير الاماراتي سبول تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها المحافظ بالماضي يفتتح بنك حضر موت التجاري كأول بنك بملكية للقطاع الخاص ويؤكد أنه يمثل نقلة نوعية في النشاط المصرفي من مبنى التلفزيون حضر موت الحكومي بمدينة المكلة نقدم لكم نشرة اخبارية مفصلة معكم سالم بازهير وحنين عمر حيث نبدأ نشرتنا من أو مع البرلمان العربي الذي جدد دعمه التام لبلادنا ومؤسساتها الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وزملائه أعضاء المجلس الرئاسي كما جدد دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية البرلمان العربي أدان تدخل الإيراني المستمر في شؤون اليمن الداخلية عبر مواصلاتها دعمها للميليشيات الحوثية الإرهابية وأكد البرلمان العربي دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث مجددا رفضه التام لسياسيات التصعيد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية إلى تجديد الهدنة وثمن البرلمان كافة الجهود العربية والدولية المخلصة المتمثلة في تبني المبادرات والحلول البناء من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة مجددا مناشداته لكافة الدول العربية والمنظمات الدولية الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم المادي والإنساني اللازمين خاصة للنازحين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية في الشأن الخارجي بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد الزعابي العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والسبول الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وزير الخارجية ناقش مع سفير الإماراتية تطورات التي تشهدها بلادنا والجهود الأممية والإقليمية الرابية إلى تمديد الهدنة وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها استعرض وزير الخارجية تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من الجبهات واستمرار محاولتها تهريب الأسلحة واستهدافها للمنشآت النفطية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي تشهدها بلادنا هذا وعبر سفير الإماراتي عن متانة العلاقات التي تربط البلدين مجددا موقف بلاده الثابتة والداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة في العاصمة المؤقتة عدن استقبل وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري وفدا من منظمة السفيك الدولية لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة العاملة في مجال حماية المدنيين وزير الدفاع رحب بوفد المنظمة برئاسة المدير التنفيذي فريد بريك مورليلو والوفد المرافق له معربا عن تعاون وزارة الدفاع المستمر مع المنظمات المهتمة بالجانب الإنساني وحماية المدانيين وتطرق اللقاء إلى إمكانية تدريب عدد من ضباط المؤسسة العسكرية وأفرادها من قبل المنظمة بهدف حماية المدنيين أو في مناطق الحرب والصراع مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة في هذا السياق وأكد وزير الدفاع التزام المؤسسة العسكرية باحترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين لافتا إلى أن هناك توعية مستمرة لأفراد القوات المسلحة بالتزام قواعد الاشتباك وحماية المدنيين والأعيان المدنية استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني توجيهات ميليشي الحوث الإرهابية التابعة لإيران بمنع النساء من الجلوس على جانبي سائلة صنعاء القديمة الوقاعة وسط العاصمة المختطف صنعاء الوزير الإرياني أوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبان سباق بين ميليشي الحوث الإرهابية وتنظيم طالبان الأفغانية في انتزاع المرتبة الأولى بين أكثر التنظيمات بشاعة في العالم من ناحية التضييق على النساء وانتزاع حريتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن واستعرض الإرياني ما تتعرض له النساء من تضييق بمناطق سيطارة ميليشي الحوثي وصل إلى حد منعهن من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء إلا بمحرم وارتياد قسم العوائل في المطاعم إلا بعقد زواج واجبارهن على ارتداء ملابس بأشكال وألوان محددة ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة والذي يلخص بوضوح رؤية هذه الجماعة الإرهابية لدور المرأة في المجتمع وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة بإدانة السلوك الحوثي حيال النساء ووضع حد لمساع الميليشيات في تكريس طقوسها وأفكارها المتطرفة والدخيلة على المجتمع بقوة السلاح وتحويل العاصمة صنعاء إلى كابل ثانية في العاصمة الموقتة عدن شاد وزير الشباب ورياض نايف صالح البكر بمستوى شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم في تنفيذ مشروع دعم لعبة التنس الأرضي للكراسي المتحركة لذوي الإعاقة جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه رئيس بعثة اللجنة الدولية في عدن يان بخلي ورئيس الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم الرميصاء يعقوب على هامش تمديد اتفاقية مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة والشبكة وخلال اللقاء جدد البكر دعم الوزارة وحرصها على تطوير شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الهمم وبما يخدم فئة ذوي الإعاقة يساعد على الحد من تأثير إعاقتهم من خلال المشاركة الرياضية وتعزيز دورهم في المجتمع وإدماجهم فيه نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيا الحوث الإرهابية بوجود قصف حدودي على مديريتين منبى وشدى بمحافظة صعدة المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي قال إن مزاعم ميليشيا الحوث بوجود قصف حدودي على مديريتين منبى وشدى عارية عن الصحة وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت الهدنة المنتهية وتمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات ميليشيا الحوثي على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطة أو التي لا تستطيع سيطرة عليها في المكلة افتتح محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بالماضي اليوم بنك حضرموت التجارية أكبر صرح مالي حضرميل القطاع الخاص يأتي تجيله مطلع العام 2023 في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد طاف المحافظ ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر بناجة والوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي وأعضاء مجلس إدارة البنك ومسؤولون تنفيذيون وعسكريون وأمنيون ورجال مال وأعمال طافوا بالأقسام الخاصة بالحسابات الجارية وحسابات الودائع والتوفير والقروض وأقسام الأوراق التجارية والمالية والخزنية والاعتمادات المستندية والحوالات والعمليات الخارجية وقسم المقاصة والكفالات ويقدم بنك حضرموت التجاري الذي اتخذ من الوعل شعارا له في رمزية للموروث الحضرمية يقدم مجموعة متكابلة من الخدمات المصرفية التي تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض والرهون العقارية وبطاقات الاعتمان وخدمات الوساطة والاستثمارات إلى جانب أرقى الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف وكذا أجهزة صرافة الآلية التي سيتم استحداثها في جميع المدن عبر موظفين ذو كفاءات عالية في هذا المجال وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة بارك محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي افتتاح بنك حضرموت التجاري وأكدا أنه يمثل نقلة نوعية في نشاط المصرفي لإحداث تأثير إيجابي في تعزيز القطاع المالي والمصرفي للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأكد المحافظة أن افتتاح البنك مطلع عام 2023 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يبعث بأمل قادم وشمعة من نورة أطلقها رجال مال اتحدوا للإسهام في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطنية والاستثمار المالية ومنح فرص عمل للشباب والرفع من قدراتهم في المجال المصرفية مشيرا إلى أنها البوابة التي سينطلق منها ميلاد بنوك جديدة حاثا على الاهتمام بقطاع المغتربين والمستثمرين مساهمة في بناء البلد ودعم الاقتصاد الوطنية مؤكدا حرص سلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم تطوير البنك والمشاريع المستقبلية في هذا الاتجاه واعتبر نائب محافظي البنك المركزي اليمني الدكتور محمد بناجة والوكيل الأول لوزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي افتتاح بنك حضراموت التجاري كأول بنك تجاري بملكية مئة بالمئة لرأس المال من القطاع الخاص كشركة مساهمة عامة اذا بافتتاح مزيد من البنوك التجارية ذات رؤوس الاموال الكبيرة القادرة على المنافسة في السوق المصرفي المحلية والاقليمية واكد رئيس مجلس ادارة بنك حضراموت التجاري الشيخ سعيد سالم بن جربان حرص البنك على تقديم تسهيلات بنكية لقطاعي المؤسسات والافراد انهاء معاملاتهم رقميا وفق شفافيتنا في جميع الاجراءات والمعاملات باستخدام احدث التكنولوجيا المالية التي تعمل على تشغيل المنتجات المنكية والاعتماد على استراتيجية مرنة تقوم على بناء الهوية البنكية ومرونة التعامل مشيرا الى ان المراحل التنفيذية لاستراتيجية البنك تشمل بناء البنية التحتية للخدمات المقدمة للعملاء وتطبيق الخدمات والتوسع فيها على مستوى السوق المحلية والاقليمية موضحا ان مجلس الادارة حرص على جعل بنك حضراموت التجاري احد البنوك الرائدة في مجال تقديم خدمات مصرفية متميزة للمؤسسات والافراد مستبدين ذلك من الخبرات البنكية المتراكمة المنطلقة من ارث حضراموت الانسانية والاقتصادية نسعد اليوم اننا نفتح هذا البنك وهو البنك الاول في محافظة حضراموت قاموا بفتحه او على توظيف المال رجال من ابناء حضراموت نثق فيهم ونثق في قدراتهم المالية المال ليس بغريب عنهم او التعامل بالمال ولا هم بيجاهلين عنه نحن حقيقة اليوم نقول انها باكورة لعمل تجاري وعمل بنكي قلنا من وضع الصرافة التي كانت سائدة الى وضع البنوك هذه باكورة امل نحن في السلطة المحلية ندعمها ونشجعها نوجههم بالاهتمام بكافة الشرائح دعم في كل المجالات ودعم ايضا لهم لنقل منتجاتهم الى اسواق عدة للرفع من مستوى الخدمات في هذه البلاد الخدمات الرقمية التي تساعد على العمل في هذا المجال نوجههم ايضا بالاهتمام بالشريحة الاهم في رفض الاقتصاد اليمني بشكل عام والحضر بشكل خاص وهم المغتربين لا يهتمون بالمغترب فقط لان يكون مجرد ان يحول المال بل يعملوا على توظيف مال المغترب للاستفادة من هذا المال يحدون الامل ان هذه الباكورة ستليها كثير من الاعمال في هذه المجالات انا اجزم ان هناك عمل منتظرهم كبير وايضا هم سيساهمون في تقليل البطالة باستعاب عدل كبير من ابناء محافظة حضرموت من الشباب ومن الشابات للعمل في هذا المجال المالي نشد على ايديهم نعدهم باننا نسهل لهم كل الصعاب التي تواجههم حقيقة من بدايتها الامن الذي سنهتم به الذي سيكون رافض لحفظ مالهم وحفظ منشآتهم وبالتوفيق لهم جميعا في مدينة سيئون اقرت لجنة المناقصات الفرعية في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ارساء مناقصة مشروعي توريد اجهزة حاسوب وتركيبها المناقصة شملت كذلك تأثيث مبنى المعهد التقني بسيئون بتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي جي اي زد ضمن مشروع دعم الاستقرار في اليمن كما اقرت لجنة تنفيذ عدد من الاعمال الاضافية لعدد من المشاريع في المجالات الخدمية واحالة بعض الطلبات المقدمة من الجهات ذات الاختصاص الى اللجنة الفنية لمراجعتها والافادة بشأنها اتخاذ لازم وفق الاجراءات القانونية المبتعة او المتبعة بهذا الخصوص في الاجتماع القادم دشن وكيل محافظة شبوى علي محمد الكندي المرحلة الاولى من مشروع عون لنسخته الثانية الذي يستهدف توزيع مساعدات نقدية مقدمة من فعل خير لثمانية وثلاثين من مرضى السرطان المشروع ستتواصل اعماله للمرحلة الثانية وستنفذ خلال العام الحالي لاستهداف بقية مرضى السرطان بمحافظة شبوى وكيل محافظة شبوى الكندي اشراد خلال التدشيب بهذه المبادرة الانسانية الطيبة من فعل الخير مشيرا الى اهمية مثل هذه الاعمال الخيرية في حياة مرضى السرطان لمساعدتهم واعانتهم في مواجهة متطلبات حياتهم الصحية والمعيشية داعيا رجال الخير والمقتدرين الى الاسهام الفاعل في مثل هذه الاعمال والانشطة الخيرية اكتسابا لمرضات الله وجبرا لخواطر المحتاجين وصلت الى مطار محافظة سقطرة لجنة امنية من وزارة الداخلية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية الواء الركن عبد الماجد العامري للاطلاع على الاوضاع الامنية في المحافظة كان في استقبال وكيل قطاع وزارة الداخلية لدى وصوله الى مطار سقطرة وكيل محافظة سقطرة لشؤون الجزر وكيل محافظة سقطرة العميد صالح علي سهد والمدير العام لمكتب المحافظ وعدد من القيادات الامنية والعسكرية بالمحافظة وتأتي الزيارة بناء على توجيهات وزير الداخلية لأركن ابراهيم حيدان للاطلاع على سير العمل في الوحدات الامنية ومناقشة فتح فرع لمصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة لتخفيف المعاناة عن المواطنين أتسهيل إجراءات السفر أتضم اللجنة والمديرين العامين لشؤون الضباط والأفراد بوزارة الداخلية العميد حسين عبدربو والعميد خالد العكيمي كما تضم مندوبا عن إدارة الإمداد والتموين تشهد مدن ساحل حضر موت أجواء صحوة مع تفرق للصحب المنخفضة ورياحا هادئة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة النهار إلى معتدلة الليلة وفي رياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة بوجه عام ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة النهار إلى باردة الليلة فيما تشهد مناطق الوادي والصحراء والهضبة الشمالية أجواء صحوة ومستقرة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة النهار إلى باردة الليلة والآن إلى حالة النقص موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا الى نهاية هذه النشر مشاهدين وهذا تذكيرون بأبرز ما جاء فيها من انباء البرلمان العربي يجدد دعمه للشرعية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي وزير الخارجية يبحث مع سفير الاماراتي سبول تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها المحافظ بالماضي يفتتح بنك حضر موت التجاري كأول بنك بملكية القطاع الخاص ويؤكد انه يمثل نقلة نوعية في النشاط المصرفي ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت شكرا لكم مشاهدين على حسن وكارم المتابعة نهاية الدشرة بإمان الله اشتركوا في القناة